الجدائري الان المعقول الناشيط الوطني المغربي كنا غير ناشيط الوطني المغربي ماشرق الانوار ممتدى الزهدان وحما ممتدى وحما عيش جاري الالطان للعلى علوان يقرأ كل شلاح يقرأ كل لساق من روحي من جسدي هفبتها لبنا في قمي وفي دمي وكتل الورى اقلتي هيا للعلى سعيا مرشد الدنيا انونا نحيا بشعر الله الوطن الملك اذا تيفو جميل هنا في المركب ديال المغربي تيفو جميل جميل جدا الجمهور المغربي كيقظم لوحة رائعة تبين على الحب للوطن الحب للملك الله الوطن الملك الخيري يمكن لوحك يتورش لسك يتورش نظرنا جو احتفالية جميلة واحساس وشعور كبير كالحسوبة احنا كجماهير ووسط هات الهم الكاهل هائل من الجمهور المغربي اللي بحق الحقيبية اليوم عن حب الوطن دياله وحب دياله ولملك دياله ومع لان دعمو الفريق المطني في ان الشعب هو ولمحب تبين على حاجة ميد المشغل ميدون مختلف عدد من الشيطة الوطني البغربي الآن لاعب ديالماجخب موسيقى 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 منهوز شباعة. ونحن بوضع جهود العيشين. ونحن بوضع من الوضعين الزهيد الى اقيلة. الى السبع الخطة لغي لعباء المتخب وطني مغريبي الناعمي لغي يكونوا فاد الخطة اه نادي المغري. اه في اليمين جمال العليوي خلياسار باطر القادوري في المتوسط الدفاع كولمن مهدي بن عطية وابن حميد كوتاري لغي يدخل اول مباراة رسمية له عادي الهرماش حسين خرجاء كمليو ديفونسيف مليو اوفونسيف يونس بن الهمدى واسامة السعيدي لغي يدخل اول مرة رسمي في هذه المباراة والهجوم كولمن يوسف حجي ومروان شماخ كلنا مع المنتخب كلنا مع الله الوطن الملك امام المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري اللي اليوم كيلعب خطة اللي كان لعب بلف طريقة ليلعب بها الشيخ المدربين في المباراة مع المنتخب الانجليزي اربعة واحد اربعة واحد هذه هي الخطة اللي غير لعب بها المنتخب الجزائري نذكروا بانه الرئيس مبورحي الحارس ديال صوفتوف الروسي في الدفاع مهدي الحسن لاعب نيم الفرنسي فليسر جمال مصباح لاعب ليتشي فلاكس كل من بوغرا وعن طريحها بوغرا لعب كلاسكو وعن طريحها لعب بوخم لاموشيا هو اللي غيكون اللاعب المحوري في هذا المباراة بالنسبة للمتخب الجزائري واللاعب المحلي الوحيد اللاعب ديال صطيف الجزائري وسط الميدا غيكون اربعة ديال اللاعبين فليمن كادير لعب فالنسيان في الوسط الاتفاع كولمن حسن يبدأ لعب نابولي ومهدي الحسن لاعب ريال صنطندير كاريم زياني المنصيق ديال كل العمليات واجبور اللاعب اولمبياكوس ندكروا بينا كاريم زياني كان كيلعف قيصري سبور التوركي اذا على باكلة الله المطيلة قدير المباراة الكورة تهدى عند المتخب الجزائري مهديم الطفع عند بوغرا كيدراب الكورة ولكن بنعطيك يرجع على الكورة كانت تهدى عند المتخب الجزائري ولكن الحاكم الله يهديك الحاكم الحاكم بدين مع الحاكم العفواري سنأخذ فاصل عند قردا ورجعوا عند الحاكم ورجعوا المباراة هذه التغطية مقدمة لكم برعاية محلات أبرون للتجهيزات المنزلية مع أبرون الربح مضمون أحلى لحظات كورة القدم مع كوكاكولا المساند الرسمي لأسود الأطلس مرتاحون مع القرد العقاري والسياحي ميديتال بالغد متصلين موان باساج موان ديريتاسيون جيلات مكتروى جيلات أحيشوا متعة كورة القدم مع اتصالات المغرب إذن مستمعنا الكرام مرجعوا جميعا المراكب الجديد مدينة مراكوش أولا دقائق هذه المباراة مع الصديق عديل عمري عديل إذن الكفرة اللولة كدف شي بعيدة عن المنتخبات المغربية الكورة الآن عند توش جزائريين الكورة في الكوتي غوش ولكن التدخل المدافعين المنتخبات المغربية يخرجوا كورة التوش جمال العليوي كيردوا الكورة الآن بقى الكورة عند المنتخب جزائري ولكن تدخل ! هاكما سعيدي زيد السعيدي كوراند سعيدي سعيدي ايضا كورنين اول زاوية كورنير بوغ لكيب ناسيونال اش بغاي يقول لاربيد لاربيد كيقول لاربيد يلتوش كيقول بانها خمسات المتر وخميس باس باس دي المنتخب جزائي ايضا الدقائق الاولى من المباراة دائما بقي مش نتشي حاجة في هادا اللقاء كان الحاكم عطاه ضربة خطاء بشات الحمدلله بعيدا عن المتخب الرئيس بولحي كيضرب الكورة كيخرج وكيقطع الكورة عادي الهرماش او عبد الحميد الكوتاري وكتخرج كورة توش توش للمنتخب الجزائري مهدي مصطفى كيضرب الكورة بضل خادوري هو لعب جزائري بضل خادوري كتضرب في الكورة كتخرج التوش ايضا المنتخب الجزائري الان كياخد الضغط دي المنتخب الوطني المغربي مهدي مصطفى لعب نيم مهدي مصطفى كاتبشي الكورة عند زياني زياني عند اللاعب يمدى ولكن عند نادر المياغري اذا الكورة عند متخب البناء الهجومي اه خصنا نشدو الكورة خصنا نلعبو بالكورة دريبة دريبة باشو اصول البوتو نادر المياغري كيضرب الكورة كاتبشي بعيدة ولكن الحاكم كيعلن على الخطأ اوفا الحاكم كيعطينا خطأ خطأ في وسط الميدان اذا بداية متكافئة بين المنتخب الوطني المغربي والجزائري حسين خرجة اول ضربة خطأ ام كانت تكون خطيرة يلا خرجة خرجة هادي خطيرة ان شاء الله الزيد انا للمساكل احد اللاعبين المغربين ما يكون الى THE WEIT انظر انا ألمسى احد اللاعبين المغربين غير يكون هدف الاول لكن نظر ان البداية طيبة المحاولات احطيه احتقال اللاعبين ويمدخلون في المقابلة ان الان جوز دقيقة او ثلاثة دقيقة بقي جلس النرب لكن كنت طلب ان شاء الله الفريق الوطني دينا يدخل في مقابلة بسرعة ويدغط على المنتخب الجزائري يقع هالضغط مستمر حتى نسجل الهدف الاول اللي غد يحررنا من هالضغط النفسي ان شاء الله الكورة الان كترجع عند المنتخب الجزائري كابير كترجع عند كوتري كوتري كحيد الكورة كترجع عند يبدأ يبدأ عنده الكورة كيرجع عند لموشية كاريم زياني كاريم زياني عنده الكورة كاريم زياني كيرجع عند الإصابة والغياب دياله في الماتج يالله زياني لعب كيساري سبور التوركي هجوم هجوم العلي ولكن الكورة عند بنعاطية المعلم بنعاطية عنده كورة ايوه ايوه رجعات كورة عند بنعاطية اين دوه اين دوه ولكن كي ياخده زياني ولكن الحكام كيرجع وكيعلن على خطأ خطأ اللاعب حوسين خرجاء مخصناش نبقاوين نزيدو فيها بزاف في المناطق الغط together في العشرين متر اللي قريبا لاثلى المياغرة المياغرة يدرى بالكورة الشماخ غايت هزز الشماخ كي يحط الكورة كي يحط الكورة اوه اكيل حاكم ه Howard 4 0 ه Howard 4 هاد على مكان يكلنا عند السعيدي 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 عند الكورة هايزي الكورة اس당 الشماخ الشماخ اي 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 الشماخ يا لعوي الشماخ والكورة كانت يغفل المبول حيب هكذا باش القضرون ماركيو هكذا الى الى تي سي بيل بارون شماخ وكان بامكان يسجل الهدف الاول لكن هذا محاولة جميلة دي القرق الوطني دي النابل محاولة جميلة وكانت تعطينا الهدف الاول اذا شنا بان سعيدي الدخول ديالوغي العسلي كوتي غيبقي هس الكواري للرأس دي الشماخ القوة الضاربة دي الشماخ ضربات الرأسية الكورة عند بدر قادوري عند كوتياري الكوتياري عنده الكورة ضربة 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 دراري لعبوها بشوية علينا ما مزروبينش خص الهدف يجي بالعقل لعبو على البوان فور ديالنا اللي هو اه التقني كل ما هو تقني فولي صالح المتخبواطن المغربي الكورة الان عند بالهنداء والحكام يعلنها خطأ خطأ اه ديال اللاعب يونس بالهنداء اللاعب ديال فريق موبيلي الفرنسي يونس بالهنداء عشرين سنة ثالثة ورابعة مباراة رسمية مع المتخب الوطني المغربي جمال علوي ولغادي يلعب الخطأ العليوي خرجاء الخرجاء واللي يجي يدرب الكرة بعيدة والحكام يعلن على أرجو إذن سحيتا شتنا بأن المتخب الجزائري يحاول يرجع ويدافع قريبا للحارس دياله والآن باقي ما بشتنج من المتخب الوطني المغربي يلعب الكرة التي يعرفها هي دريبة دريبة بطبيعة حال خصومي يكونوا هذين ويلعبوا دريبة دريبة ديال الغربة واللي غادي تفعل الجمهور واللي غادي تبعهم وأعتقد على أن بكل هدوء وبكل رياحية وبكل يعني التركيز يمكننا ناخد المقابلة ندخل فيها بشوية بشوية حتى نوصلوا للهدف المبتغى إذن الكرة كتزع عند عبد حميد كوتاري بادر قدوري جمهور جزائري الله يهديه الجزائري كيشيروا بالقراعي على الجمهور الغريبي والله يهديكم الجزائريين رحمنا بكم تهلنا بكم والله يهديكم رجعوا لمباراة ورجعوا لكرة القدم الكرة الآن عند المنتخب الجزائري الجزائري كتخرج للتوش توش للجزائريين القراعي كيتشيروا الله يحفظ الجزائريين أعتقد أن هذا فعل لا ريادي من قبل جمهور الجزائري اللي تلقى بواحد ترحاب كبير من قبل جمهور المغربي ورجعوا لكرة كريم زياني كيعطيها الكادير كادير وبادر قدوري كادير وبادر قدوري هذه خطيرة ولكن الحمد لله سبع نادر الميغري كياخد كرة بسهولة خمسة دقيقة على بداية المباراة الكرة دائما عند متخب واطني مغربي كوتاري الكوتاري عند بنعطية بنعطية في دفاع نضربوا كرة ندوروا الكرة عدد نمشيوا الهجوم ما نقوش لعبوا على كوالي طوال وهذا هو اللي خسن ديرو آخر هذا اللي خسن ديرو كما الآن الفرق الجزائري وليك يحاول انتصل حمز ديال اللعبين المغربة وحتى حمز الجماهير وخسن لعبوا عن الكرة بشوي يعنينا من ضربوا شيء كما لعبنا في الجزائر لكن هذا المرة نلعبوه لكن أنا كنظن أن الضغط سيكون من الجانب الأيسر كما قد قال القليل بأن البطل القادري والسعيدي وما اللي يمكن لهم يخلقون الفرص تشجيل لأن الجزائري محاولات لجنة فهو ما جوقوا دائما من الجهة اليومية ديال المنتقب الجزائري عندنا دي كورة كورة خطيرة كورة خطيرة كورة خطيرة ولكن الحمد لله آيا 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 خسن نلعبوها يمكنني يمكننا ديالكورة يدوشتنا بين الجزائريين فعنديني واحدة على اللاعبين كما كيخليونه تخرجوا الكورة من نعمال لحد الآن فهو ما كيديلون بلوك ديفونسيف آفونسيب في خطة ديال الفرق المنتحد المغربي ما كيخليونهش اللعبو كورة ديالك كنشوفوها التمريرات اللي كتكون طويلة لكن تمنى بشكون واحد التمريرات في العمق وتكون مناسبة لأحد المهاجمين ما غالباش ممكن نسجل لهذا نعم إذن الكورة كتخرج توش توش للمنتخب الوطني المغربي بعدما الكورة خرجت الجبور لعب الأولمبياكوس اليوناني الكورة كترجع عن المتخب وطني مغربي بادر القادوري بادر القادوري المتخب هذه زوينة زوينة عن شباخ كيحط بصدر عن أزم السعيدي زيد السعيدي أخويا زيد السعيدي ثلاثة لعبين عن السعيدي سعيدي سعيدي زيد السعيدي كيقلب ولا كي الحاكم كيعلالها كوغناغ كوغناغ أعتقد أنه دربت خطأ قبل من الزاوية معرفتش الحاكم كيفاش كي نشوف إذن كوغناغ للمنتخب الوطني المغربي السعيدي ولغي هز الكورة يالله السعيدي السعيدي ولغي هز كوغناغ السعيدي غي يضرب الكورة القامة تطاولك تطلع شناب أن المنتخب الجزائري خلاجوز اللاعبين كل من كادر واجبور وزياني ولعبين كلهم دي المنتخب الجزائري فهم المعترك دي العمليات السعيدي ونقاش بين جبورو العليوي السعيدي غي هز الكورة هز الكورة ولكن بعيدة شوية على اللاعب المتخب كي يبشي لها كادر كادر عنده الكورة وكي كترجع عند منعطية السعيدي السعيدي عند الكورة في جهة اليسرى هز الكورة السعيدي ولكن تدخل عن طريحها ضغط ضغط للمنتخب الوطني المغربي فهذا الأثناء يمكن قلو اللاعب السعيدي الآن المشيط جدا في جهة اليسرى لعب اللي عنده تقنية كبيرة كيرا وغمزيان كي صوت ريمزيان يمكن السعيدي والمفاجأة اليوم دي المتخب الوطني المغربي السعيدي هز الكورة هز الكورة الشماخ ولكن المبولحي المبولحي بسهولة كي ياخد الكورة ضغط الآن للمتخب الوطني المغربي ولكن بقي ملقيناش الطريح المحاولات من جهة اليسرى كما قلت لك بالناس سعيدي اللي ربما قلت سينف تعرابة اللي مشى به هذا والآن فهو بداية طيبة في السوق الأول بياس سعيدي وكان كما قلت لك فالجهة اليسرى دي المنتخب المغربي اللي غتشكل القوة من اللاعب فهو كله من جهة اليسرى وكانت منغش المنتخب المغربي حاول بغي لجو ديالو من يامين من ياس جبور كانت رجع عند حسن يبدأ وكانت ضرف بنعطية وكانت خرج لتوش وكانت ضرف اللاعب الكوتاري أول زاوية روكنية كوغناغ ديال المنتخب الجزائري زياني وليك يبشي الكورة الزياني اللي يحفظ ما ديالي بالي ريتاي لأن المنتخب زيزي على القوة ديالو في الكورات التابتة كوغناغ زياني هز الكورة كتبشي هذه كانت صعبة ولكن الحكام يعلن على خطأ أول خطأ يعلن الحكام الإفواري لصالح المنتخب الوطني المغربي في المربع العمليات إذن إحنا وصلنا لتقيقة التاسعة دائما تعدل السفر لمثله ضغط خفيف للمنتخب الوطني المغربي الكورة من المياغري عند الكوتاري الكوتاري بنعطية بنعطية عند الكورة الآن وكان شوفوا بأن المنتخب الجزائري يدير واحد البلوك ديفونسيف موقف اللاعبين المدفعين وكان يخليش الكورة تخرج وكان يلعب على اللورج الكورة انطويل عند شماخ لكن إلا بقنا بحلقة لا تلعب طويل ما تلعب طويل ماربعنا من نوال وفلالي وغازي نعود نكرر نفس العملية فما غديش نستفدو منه هدي نكرر نفس الخطأ اللي درنا في مقابلة الدهب إلا بقنا بهد الكوار العالية كوخو للمتخب الوطني المغربي بقي ماشي لناشي حجي بقي ماشي لناشي خرجة بقي ماشي لناشي بالهندة اللي بان حد الساعة هو أوسما السعيدي غادي نشوفوا الآن بنشيخال اللي كيهضر مع المدفعين ديالو الكوتاري الكوتاري هذكر عن شماخ شماخ بالهندة آه بالهندة يعطي السعيدي سعيدي نعقصة 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 وكيدخل عن طريح يوكي ياخدها كاريم زياني زياني كيهز الكرة وكيدرب خرجة ولكن كترجع عند لاموشية لاموشية عنده يبدأ لاعب نابل الإيطالي حسن يبدأ سبعة وعشرين سنة ستعاش المباراة دولية مع المنتخب الجزائري كاريم زياني عنده الكرة كاريم زياني كاريم زياني كيعطي الكرة دي خطيرة دي خطيرة 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 عنده اللاعب كابيرا ولكن الحمد لله كورا كتخرج للمنتخب الوطني المغربي وهنا الآن كنشوف اللون بلاسمو دي اللاعبين كنشوف بأن المنتخب الجزائري في نص الميدان دي وما كيتشي واحد كلهم كينلتخب عالي عالي جدا عن المنتخب ووطني ويجب يعني المراقبة كاريم زياني لأنه التغموم مدخب المنتخب الجزائري هيدان الكورا كترجع عند جمال مصباح لاعب لاتشي كتبشي الكورا عند اللاعب جمال العليوي العليوي ولكن الكورا بصعوبة كتفي عند هرماش وكتخرج للتوش الضغط كبير الضغط كبير وخص الجمهور يفاق ويساند خص الجمهور ما يبقاش يتفرج خص الجمهور يساند ما ينعش لان المنتخب الجزائري في الناباء الجمهور ما كانش نعص باتات وساند حتى الاخر دقيقة الكورا الان عند نادي المياغري نادي المياغري عند الكوتاري الكوتاري عند بن عطي سيناريو كيتعاد ولكن الكورا ما كتخرش من وسط الميدان ودو المشكلة كانت من ناحتاج الجمهور فيق اللاعبين الجمهور الآن كيتفرج وبال زاكت لنا القادوري القادوري يرجع عند الكوتاري الكوتاري والمتخب الجزائري يلعب على اللورج بوغر غالي يبقى بحالة كما غير ماركو وشتر غدا خصنا نحطوا الكورا في الارض ما لمشوش في الو سيستمدو جود يلو نحطوا في الكورا باش يدخلوا في المارس ويأخذوا التقيقة كذلك باش يتحرم من دغبير المقادرة إذن الكورا الآن كذف عند محاولة خطيرة 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 ولكن الحمد لله لك بخل كوتاري حط الكورا خرج حط الكورا عند هرماج هرماج عند سعدي مزيانة زيد حجي إذن الكورا عند هجي أوه سعدي معك زيد سعدي زيد سعدي يا أخو إذن سعدي أخو أوه لابيت أوه لابيت ويهدي أعتقد أن الحكم ارتاكب خطأ لأن الكورا ما خرجتش كليا لابيت ما كيتحسب الشرط حتى كتخرج الكورا كليا كان ضل بأن هذي الله تشعود وربع باقي الليل زعما ما يكون جاء النعاس ولا شي حسنا باقي الليل باقي يقدر يسهر معنا الله يهديه يفق شوية من النعاس لأن من اللي بدينا هو مرك على الصفارة نتمنعوا أنه يعطينا غير حكم ما يعطينا تشعاج الله الله هذي هذي زوينة سعيدي الكويري اللي اكتشفوا المنتخب الوطني المغرب الرجعوا لمباراة الكورا عند بضر قدوري لاعب دينا موكييف الشمخ يخرج عنده يحط الكورا عند قدوري يندو يندو زوينة ولكن تدخل المدافعين للمنتخب الجزائري باقي 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 المنتخب وطني مغربي ملقاش الطريق لا ندخلوش بصيفة تسمية المقابلة دابت الطرج دقيقة وفارق الوطني باقي ملقاش يعني واجد صعوبة فاصلة الميدان باش يمكن له الكورا إذن الكورا كادزع عن بضر قدوري القدور عند شماخ شماخ اللي هو فشكي العب في ديزوين متر الآن كنشوثوا بأن الشماخ يرجع حتى لوصف الميدان وهذا العبالي دار الشماخ دي الكورية الشماخ الآن بالعطية طويلة عند شماخ طويلة عند شماخ دياليا شماخ ده ده شماخ ولكن اي 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 إصابة تمنو أنها متقطرش عن مروان شماخ الكورا الآن كتخرج نبول حيك يخرج الكورا وصلنا لدقيقة 14 باقي مش نوالو حقيقة باقي مش ناش ذاك ذاك شي اللي بغينا من الفريق الوطني المغربي وذاك شي اللي كنا متخوفين منه هو هذك الكورا التمريرة الطويلة لأن كل أبصالح المدفعين ديال الفريق الجزائري كنتمنى على أن الناخب الوطني يسوي على هد المسألة ويغير من هد الخطة اللي اللي احنا بدنا به هده ربع ساعة اللولة باش يمكننا نحط الكورة فريق الآن تشجيع كبير للجمهور المغربي آلي آلي الشماخ يمكن هذا هو الدعم لخصيل الجمهور المغربي دير العراف الوطني بفعل باش يعطي باش يرجع الشماخ في المقابلة وكان الشماخ عنده واحد مكانة كبيرة داخل قلوب الجمهور المغربية والآن فمعلي اللي يقوم الدور دياله كان شماخ متحميس أكثر لكن القوة دياله كما قلت عادل ويا في ديزوين متر لما يخرج يلعب في الستوسط الملعب فمكان نشعر أنه سنستفيد منه بشكل كبير إذن الآن الشماخ الحمد لله يرجع خص خرج يهضر مع اللعبة خص إيريك غير سينود وهيضر مع اللعبة باقي ما فاقوش العاب ديالنا بقي الحد باقي ما دخلوش المقابلة مدخلناش في المقابلة بعد 18 دقيقة ديال اللعب كيخص اللاعبين يكونوا هادئين وندخلوا في المقابلة تدريجيا وما نتسرعوش لأن السرعة تسرع كيولد الأخطاء نتقطع للفريق الجزائري رح رياضية كبيرة خرجك يرجع وراء المتخب الجزائري كيبش عند عنطر يحيى يحيى يضرب الكورة بعيدة افتجاب بضر قادوري والكورة كتخرج نتوش الآن المنتخب الجزائري كيف نشوف وغير كنشدو الكورة كلهم كيتلعو المليون تينا كلهم كيخوي ولا لا 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 ملعبين ملعبين مزيان عند مروان شماخ ضغط كبير ضغط كبير نحن الآن في الملعب كنشوف بأنه عشاك فوق نشدو الكورة إلا واللعبين الجزائريين كلهم كيتلعو لها لعدنا وكيتلعبوا في ديس بي متر دينا والكورة خستتخرج بطويلة كيف نحن الغمو كيتلغموا اللاعبين المتقبل وطني باش يلعبوا طويل باش ياخدوا الكورة تبقى عندهم لأن هذه نقطة قوة لهم كتلعبها طويلة المدافعين طوال عندهم كيجيدوا اللاعب بالرأس خصوصا مجيد بوغرا وإحنا كتحنا لهم في دك الشيء اللي بغوا بحل نفس خطأ دي المقابلة الدهر إذن الكورة كترجع الآن عند بالهندة بالهندة عند عادي الهرماش زيانة عند بالهندة بالهندة ولعب مصباح ولكن مصباح هو لك يسبق الكورة مصباح وبالهندة المتخب الوطني المغربي الحكم أليكساندر المساعد الثاني من الكودي فارك في الدوج للمتخب الوطني المغربي كان بشي الكورة عند حجي ها سكور شباخ آي 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 هذه زميلة جميلة من عندها حجي للرأس دي الشماخ ولكن بوغرا ومبولحي حالس كبير حالس كبير رشيغة اللعبو من الأطراف كانت تكون لمحاولة خطيرة وهذه القوة جيبا كانت تلفل رأس دياله إذن الكورة كانت تبشي عند كبير واللاعب باض القادوري باض القادوري يخرج كورة توش حسن يبدأ يخليها اللاعب مهدي مصطفى لاعب نيم الفرنسي لاعب لعنده تبنيه عشرين سنة وعنده هدية تالية مباراة رسمية مع المتخب الجزائري الكورة عند كبير كبير باض القادوري والحكم المساعد أول كيعطي توش للمنتخب الجزائري وصلنا معكم مستمع الكرام دقيقة 18 تعادل السفر لمثله باقي مشتناش ولو محاولة خطيرة بستناء المحاولة ديال اللاعب مروان شماخ الكورة عند اللاعب مهدي مصطفى توش للمنتخب الجزائري كيعطيها اللاعب كعضير التدخول ديال مهدي منعطية ترجع عند لاموشية لاموشية الزيانية ولكن تدخل ديال خرج حوسين خرج والحكم يعلن على خطأ خطأ ونشوف نفس السيناريو نفوك نشدو الكورة الجزائري يلعبون لورج يزيدوا يطلعوا عندنا ويديروا عندنا الضغط البرسيون كنشوف عندنا أول اللاعبين اللاعبين للمهاجمين هما لعبين الدفاع هما المهاجم إذا المستمعين الكرام وصلنا معكم تقيخاء سعطاش دائما التعدل صفر لاميتلي غالين نبشيوا لمدينة طربيدو هذه محاولة بحاول خاطرة هاي حجي 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 عنده كرة شماخ يقوموا يقوموا بحاول أول يقوموا بحاول العام وصلنا أعكوم تقيخاء 20 مباراة تعدل صفر يقوموا بحاول مدينة درب دعن صديق سيد محمد قرده فاصل بعده واصل اشتركوا في القناة 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 الهدف الثاني اللي غد يعطيناه حدقة كبيرة. ايضا الكورة المتخبة المتخب الجزائري درجاء قياخ كورة بطريقة دي اللاعب الكبار سعيدي لادو من دوبال دي السعيدي. كدشي الكورة الان عزب الهندو هالكيد اشماخ شوية يا اخو يا شماخ او حجي هذا هو اللي يضرب كورة الكيد كدشي شوية بعيدة على اللاعب بالهندو وشتنا لابيل دوبال هالكيد اللاعب اوسام السعيدي. اوسام السعيدي اللي در واحد لابيل دوبال وكان حجي ما شافوش لانه كان في ظهر اللاعب حجي وفظهر كذلك المدفعين دي المتخب الجزائري. رجعوا للمباراة هنا كورة عند بوغرة. بوغرة الان عنده الكورة كيعتال عند ريحيا. يحيا كيخرج لها اللاعب مهدي الاحسن. لعب سنتندير كترجع كورة عند زياني فوسط الميدان. زياني عند كادير. كادير اللاعب فالنسيان كياخد كورة عربية خزات خزات خزات. ولكنها كان خطاء كان خطاء قبل من من كين خطاء كان خطاء قبل من منتوس. شوي علينا. العربية هاوة الحاكم اعلن على الخطاء. والحاكم على الخطاء من تقلقوش غايجي بالله تيسير. الحاكم الان عنده صفارة صفر لينا. هاذا كشي اللي بغينا بشوية شوية الجمهورية يعود يغوط باش يخلع علينا الحاكم يخلعهم زيانة ونمشي ونشأ اللهم زيانة قادوري عند حجي هال 4-0 معلم بحس كنا بحس كنا الارباية ضيق علي شوية الجمهور وغا تشدر خلعه وغايجيب الله تيسي هذا خطأ صعيب على المتخب الجزائري الكورة الآن خطئة نتمنى 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 نجيب الله تيسي نتمنى الهدف تاني شاء الله يا الله يا الله يا سيدي خرجة والغاية ذرا الكورة في نوع رأس دي الشماخ في نوع رأس دي البنعطية في نوع رأس دي الحجي في نوع رأس دي البنهندة والعليوين إن شاء الله إن شاء الله شهر قام بمقياس وبإذن الله يكون هذا والهدف التاني شاء الله 30 دقيقة واحد للصفر لفاعدة المتخب الوطني المغريبي يا الله خرجة خرجة هز الكورة خرجة ناري 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 لا لا هل يدير لهم اذك شديل مع الجير غا يعود يدير لهم عن اللذين حشي هل يدير ان كنترول ويأخذها بكل رياح بيها يمكن المباراة قد غضبت تخت على المتخدم جزائر يجيب على جملة تسي إذا الحاكم مصفرش على الكفرة ولكن خرجة يأخذ كورا عند بعطية بشاد الكورة في الجيال يوم عند جمال علوي العليوي عنده الكورة هز الكورية العليوي بعيدة عند بوغراء بوغراء اللي كيعطيها المبوحي إذا ثلاثين دقيقة وواحد وثلاثين دقيقة يمكن نقولوا بأنه من بعد تجيل الهدف شدنا بأن المنتخب الجزائري ما بقاش يدير نفس الطريقة لكم كلا انه انتبهت حال فوادي خوزي لعب الكورة ها واش الكورة زيد السعيدي زيد السعيدي زيد السعيدي عوجاني زيد السعيدي والله تغيز طيوما تسعيدي هاي 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 زيان زيان إذا الآن كنتشوف بأن السعيدي والعطاء اللي يقضبوا إذا كان كيبال بأن القيرس كله شوى دياله مزيان وصعيدي كان مدرب ونجح فيه وقام معانيا كان هني وكان وفرحوه تلاعب سعيدي لأنه الأخ عادي اللي يرى المدرب اللي كيعيش مع اللاعبين في التدريب وكيعرف شكل يمكن ليه يعطيه شكل يمكن ليه يكون ونفورم ولا لا إذا السعيدي غي هز الكورة الخلعة هز الكورة السعيدي بجات على الجبل ولكن كدرب الكورة والحاكم كيعلم ها هي جات جات تانية نتمنى تكون تابتة تاني من نفس الممتقى لتجلتها ها بالهندب زيدة بالهندة زيدة اخويا بالهندة نشوفو الهدف التاني ان شاء الله قبل ما ننهي الجولة التانية اوه اخلع هيدان بالهندة بالهندة والي غي هز الكورة نتنه ان شاء الله الجديد واحد الصفر بغينا أكثر من واحد صفر بالهندة غي هز الكورة هز الكورة بالهندة كان تشيرها كيدخل اللاعب مهدي الحسن عند زياني هذي هجمة هاجمة وعلى كيد تدخل هيرماش اي دو مع اللاعب اه لا تصرر لا تصرر لا تصرر لان الفريق الوطني المغربي الان كورة عن جمل عليوي عن ترجع عند خرجة خرجة هذه الكورة جوين جوين حجي حجي زيد حجي ولكن حكامك اعلان لكورناغ كورناغ هذه الزاوية الستة ومن هناك يبن اه اه ضغط لمرسوا الفريق الوطني المغربي على الفريق الجزائري اذا كورناغ دي المنتخب الوطني مغربي تالت اه كورناغ من الجهة اليمنى الكورة الان غير العبها اللاعب بالهندة بالهندة غير هز الكورة هز الكورة بالهندة زوينة 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 هالعكي ريس بولحي حارس حارس عملاق هز الكورة ولكن كيدخل كياخدها بسهولة اذا اه المباركة تصل لتخخة اربعة وثلاثين والحكامش كيعلن كيعلن على خطأ وكيقول للحارس يحط الكورة في الارد لانه ولعبها ديريكت وما خلص لفوتاز اذا الكورة كدرجع عند مبولحي مبولحي الغير عم دربة خطأ غير اه مباشيران بعد ما ترتكب خطأ اه لصالحه الرئيس مبولحي هو لا يدرب كورة دراب الكورة مبولحي كاد بشي افتجاه اللاعب حسين خرجة جبور وان كوتاري الحاكم ما كيعلنت اشي حاجة كاد بشي عندي يبدأ حسن يبدأ حسن يبدأ كيعطيها اللاعب جبوره كيكيد تدخل تدخل دي اللاعب كوتاري كي ياخد كورة حجي لان عنده كورة حجي هاكذا هاكذا كيعطيها الجهة اليوم لعند جمال عليوي العليوي اليوم كاتشوفه اريار درواء الكورة اندو اندو شماخ ولكن شماخ دي ما كوفيرتور دوبال عند اللاعب جمال عليوي جمال عليوي بشاه السعيدي دي اللي السعيدي هاكذاك دخل دي السعيدي كياخدوش او الحكام على خطأ على خطأ ضد اللاعب السعيدي يمكن الحكام شافي بوحدين ان انا مش توش ويمكن بعيد عنيه ولكن انا مش توش العموم الحكام كيعلن على خطأ المنتخب الجزائري خرجه كياخد كورة بالرأس ولكن كتعود ترجع عند بعض القادوري القادوري كي اعطيها الكوتاري الكوتاري الان عنده كورة بشوية اخويا الكوتاري حيد الكورا الكوتاري ولكن الكورا كتخرج ما كتخرج كتحد حجي ومهدي ولكن كياخد حسني بدف الميليوتران كترجع عوتاني عند مهدي كيبشي شماخ وكياخد معها لاموشيا ولكن كيرجع اللاعب مهدي الحسن زيدوهم زيدوهم ما تشي ما يكفيهم هذا هو الطلب ديال الجمهور المغربي لاموشيا في وسط الميدان لاموشيا كيعطيها المهدي الحسن عند حزن يبدأ يبدأ كيخرج ليه جبور بالرأس كيعطيها الكابير كابير في الجهة اليومنا ولكن كوتاري معلم كيسبق القواري هذه صعيبة 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 افتجاه كابير كابير ولكن الحمد لله كورا كتخرج لخمسة الميتر وخمسين باس اللي غير عبوه نادي المغيري بشوية عدك السبع نادي المغيري عب الباس اذا عدر الزخيري وصلنا لدقيقة 36 دائما واحد الصف لفائدة المنتخب الوطني المغريبي يمكن كله جولة جيدة للمنتخب الوطني المغريبي بالفعل فان بعد الزخير 25 دائما سجل الهدف فكن نظن ان العناصر الوطنية تحرص وهذا اللي اعطان بروح تيقا وبدو ضغطه اللي لنا لعدى 15 دقيق وفائق الوطني الضغط وشكل كبير على المنتخب الجزائري بحيث الآن وصلنا لستاديا للزاوية مقابل زاوية واحدة وبالمتخب الجزائري كل الإنجازات محلات أبرون للتجهيزات المنزلية مع أبرون الربح مضمون أحلى لحظات كرة القدم مع كوكاكولا المساند الرسمي لأسود الأطلس مرتاحون مع القرد العقاري والسياحي نيديتيل بالغد متصلين ثوالام موان باساج موان ديريتاسيون جيلت مكترو جيلت لا بيرفكسيون مسكولين أحيشوا متحدة كرة القدم مع اتصالات المغرب إذن يا مستمعنا كرام جوجو سيفر كائدات المتعبات المغربية فحك بيلا بالستوديوهات راديو مارس مدينة غربية رجعوا عند عدل عمري متابعة هذه المباراة تزمننا وانتصار يكون بحسة عرضان عناصر الوطنية عدل الشعب يريد 3-0 الشعب يريد 3-0 الشعب يريد 5-0 لا الشعب يريد 5 باش نرجعوا نمحوا هذيك الهزيمة المكره أحسن سيناريو أخويا العمري هو هذا اللي لكناك ندرع ليل أتمنى أجمع المغاربة يكونوا في المعب اليوم وعلى احتفالية كبيرة كنعيشوا أدخل من العالم الحمد لله الأمور غادة لصالحنا جوز الشافر الكرة الألحية المتخب الجزائري تبارك الله على الدريد يا نفد برومير ميطا كرة الألحية المتخب الجزائري ما نخليوش لهم الفرصة ما نخليوش سمع آي 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 هذه حاطة خطيرة 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 خط هو يكلب سمع سمع كي يخرج الكرة الحمد لله نادي الميغري ديما كين وديما حاضر هذي أخطر محاولة آي 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 كينة 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 كوفرة كوفرة المتخب الجزائري ما أخستاش خليولي فيني تنفس ما أخستاش خليولي فيني هزد الرأس لأن هذي الدربة قادية خطنا نزيدوه شي كاو أخرى باش ما يبقى شي فيق الآن المتخب الجزائري يمكن ضربناها بزوزكنوا شي ياس خطلنا التالتا ان شاء الله باش نجيبوه كاو والحكام يصفر على نهاية المباراة بالكاو للمتخب الجزائري ولكن دوزو على الكورة نتمنى على أن هذه القرية سابت حيث المياه أي سابت حيث المياه لأن هذا إلى إلا سجنون الله يحفظ لليه يقدرها هذي يرجعون في المقابلة ولكن أحسن سيناريو ينخرجون من المتصرين بجوجة للأهدام في شوت هذي تكون عندنا وحد قوة كبيرة إذن القرية الآن خطيرة عند المتخب الجزائري هذه البداية ما زال ما زال نتمنى إن شاء الله أن نادي البياغي إن شاء الله ما يكونش صابش إصابة وش النائري قيرس عيط على السعيدي وما عتش نقال لي نتمنى أن يكون لقال لي شي خلطة سحرية يزيد لنا بأتوا شي هدف ونتمنى إن شاء الله أن المباراة تبشي دائماً غريبية جوز الصفر سيناريو رائع ورائع ونزيد وشي رائع وحدة ثلاثة بسيبوتال من شاء الله يا ربي المياغري المياغري الآن وكي نقول بأن المياغري غير نوض لأنه أسباع أسد دائماً كيكون حاضر نادي المياغري كي نقوله اللي كيعطيه الأمن والأمان للمبتخبات المغربية في الدفاع ديالو على ذكرى نادي المياغري نادي المياغري كي يكبر في النهار الكبير إحساس جميل أخويا عديد وتفاؤل ديالنا قبل مقابلة الحمد لله ربي هذا هو السيناريو هذا هو السيناريو أخويا خيري اللي كنا نطلبوه منذ الباريح كنا نتمنى منذ الحرام من راكس وحنا نتمنى السيناريو حالك باش نكونوا منتصرين ومهنين إذن رجعوا المباراة الله يحبوا في خطرنا هذه المياغري كيرجع كيرجع على الكورة نتمنى وأن هذه الكورة نتمنى وأن هذه الكورة تبشي في حالها وتبعادلين من المرمى ديالنا زياني ولا يوقف على الكورة يا ربي يا ربي هذه الكورة تبعاد منه إذن خطيرة خطيرة كانت محاولة خطيرة نتمنى وأن هذه المياغريجة زياني ولا غيرت ربكورة إذن زياني غيرت ربكورة وصلنا لتقيقها واحد واربعين دائما تعال جوز الصفر تفوق للمنتخب وطني مغربي بلعاطية ومروان شماخ مروان الكبير اللي يرجع وش الهدف دي اللاعب الكبار زياني زياني دربها بعيد أخوية زياني دربها بعيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله خرجها خرجها من شبكة الحمد لله ما خصناش خليهم كورة ما خصناش خليهم كورة معلم معلم حيض علينا اصداع حيض علينا اصداع حيض علينا سيدي اصداع حيض علينا سيدي اصداع زيادة لا مايرجعوش مايرجعوش لما يجعوا بخير، إنها كانتٌ خطيرةٌ أمريبesianية بشكل مياغري بشوية مياغري بشوية أربح Polizei ديالوقت مياغري مياغري بشوية مياغري بشوية مياغري بشوية لمن المياغري بشوية المياغري بشهلها حشي ولكن عن طريحيا عن طريحيا كيدخل لموشية عند كابير في وسط الميدان ولكن بعض القاضور يسبق ويأخذ كورو ويعطيها الخرجة خرجة مروان معلم مروان زيد السعيدي ها هو شداء زيد السعيدي ها السعيدي هايوا ها الاربيض والحكام وشريف والتاربيضة وصفر الاربيض خطأ الحمد لله لمجدش الرجل دياله في المجدش لانه خرج بطاك الافرنسي الحمد لله انه مقعش اللاعي السعيدي اللي اليوم ما غيستيل الجزائري في كوتي كوش الكورا اكا ترجع عند بدر القادوري القادوري وكيخرج مروان شماخ مروان شماخ وكي ياخد جوش اللاعبين وكي مكيحكوا فيرتور دوبان مانيفيك عند اللاعب مروان شماخ لعب مقابلة كبيرة شماخ حي تلعاب كبير وكيبغي الوطن وكيبغي بلاده خرج عند الكورا خرجة بدر القادوري يالله اخويا بدر بدر معلم قد خرج كد خرج علب مانشك تشي حظو شاف خمسة متر وخمسين اذا جوش الصافر تمناولا للاك شلي توناك ناخويا عادين قبل مقابلة بنفض القادوري غادي يعطي واحد تافجر يوسرا والعلوي غريق مع المدفعين بالعطية وكوتري فهو اللي كنشوفه على أرض ياد منعب والحمد لله لحد الفهما ناجحين في المهام ديالهم ويتم النابج يستمروا إلى نهاية المقابلة وإن شاء الله وإحنا في الزرق إذن الكرة الآن كانت فيه عند بالهندا كوفيرتور دي بالهندا الحمد لله يخرج بكرة معلم يالله حجي دراب للايستر زيد حجي زيد حجي معلم حجي معلم حجي دي أمين بالكستيريور كيعطيل السعيدي السعيدي لا موشي يدخل على السعيدي معلم معلم ولكن كانت فيه شيء شوية على اللعب بالهندا كانت فيه عند جبور جبور ولكن معلم كوتاري يدير فوت في خطأ تاكسيكي ويوقف المباراة الحاكم باقي معلم شاء الله هي المباراة وخصصاً أن الخطأ بلسطة الميدان لا يشكل شيء خطورة الكرة الآن ترجع عند جبور 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 عند الكرة يعطيها ليبدأ ترجع عند مهدي الأحسن يأخذها في الجهة اليسرى في جمال المصباح يخرج لها زياني زياني يدخل عند جبور جبور كي حط الكرة ولكن كانت شبعيدة على مهدي الأحسن كانت خرج هو صفره لاربيض لاربيض بقي مباشي صفر مريحنا بعدها في شرط أول إذن جوز للصيفر المنتخب الواطنين المغربي موتا قديم جوز للصيفر هدفي كل من النجم مروان الشماخ والعملاق مهدي بن عاطية الكرة الآن عند العليوي العليوي كي شو شماخ في مشاه شماخ في مشاخ الكرة علوي عند حزيو لكن بوغرا كي يدخل كي ترجع عند السعيدي السعيدي يزيد السعيدي لكن كي سبقوا لها اللاعب اللاعب جمال الصباح والحاكم الحمد لله كي يعلم على نهاية جولة أولابي تقدم المنتخب الواطنين المغربي الشوز للصيفر هدف الأول شجلو مهدي بن عاطية والهدف تاري شجلو النجم الكبير اللاعب بروان الشماخ إليك الخطاب لي قرر قدمت لكم هذه التغطية برعاية كوتي سبور un produit de la marocaine des jeux et des spores كي يموتان كي يموتان كي يموتان دائما في الموعد مع كل الإنجازات محلات أبرون للتجهيزات المنزلية مع أبرون الربح مضمون أحلى لحظات كورة القدم مع كوكاكولا المساند الرسمي لأسود الأطلس مرتاحون مع القرد العقاري والسياحي نديتال بالغد متصلين 3 لام موان پساج موان ديرتاشن جيلت مك 3 جيلت لابنفكشون مسكولا عيشوا متعد كورة القدم مع اتصالات المغرب